موسيقى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدني أن يتجدد لقائي معكم في هذا المجلس العثير مجالس السيرة النبوية موضوعنا لهذه الحلقة المباركة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي يسعدني باسمكم جميعا أن أستضيف كل من فضيلة المشايخ الشيخ محمد الشيخ مرحبا بك سيدي الفاضل مرحبا الأستاذ خير الدين أهني مرحبا بك مرحبا أستاذ أستاذ مسعود مياد مرحبا بك إذن كما تقدم موضوعنا لهذه الحلقة نزول الوحي وإرهاصات النبوة بداية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي بدأ يتحنث بغار حراء وقبل تحنثه بغار حراء كانت له إرهاصات هذه الإرهاصات ربما تمثلت في أشياء عديدة هل لنا أن نتفضل بذكرها أستاذ مسعود مياد كمقدمة لهذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخاص سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحية لك أستاذنا وأستاذ حمزة وتحية للشيخين الكريمين ولكل المشاهدين فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة قبل تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في حياته صلى الله عليه وسلم تظهر بعض الأمور الدالة على إقدامه وإقباله على أمر عظيم وعلى أمر جلل ولنريد أن نرجع إلى الوراء كثيرا عندما نتكلم عن حادث شق الصدر التي هي من الإرهاصات أو من قبلها وإنما قبيل بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يروي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم حجرا كان يسلم عليه قبل البحثة وهذا من الإرهاصات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الطريق فيسمح حجر يقول السلام عليك يا رسول الله يقول فألتفت فلا أجد شيء وهذه من الإرهاصات التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يراها إضافة إلى ذلك ما روته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح والرؤية الصادقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هي جزء من 46 جزءا من النبوة فرؤية الأنبياء إنما هي وحي من عند الله عز وجل فإذا أول الوحي إنما كان الرؤية الصادقة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يرى منام فسبحان الله في قابل الأيام يتحقق بتلك الصفة والصورة التي رآها لا تزيد عنها ولا تنقص شيء إلا جاءت مثل فلق الصبح وهذه الرؤية عندما نتأمل فيها إذا كان بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو في شهر رمضان فبالتالي قبله بستة أشهر بدأت الرؤية وعندما نحسب ستة أشهر قبل رمضان نجد أنفسنا في شهر ربيع الأول فشهر ربيع الأول هو بداية الوحي الذي كان بدايته على شكل رؤية وسبحان الله عندما نتأمل في المحطات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها كلها مرتبطة بشهر ربيع الأول شهر الأنوار شهر الأنوار فعندما نتأمل في مولده صلى الله عليه وسلم فيجمع أهل السير أنه كان في شهر ربيع الأول على اختلافهم في اليوم هل هو في التاسع من ربيع الأول أو في الثاني عشر من ربيع الأول عندما ننظر في هجراته صلى الله عليه وسلم فكل أهل السير يجمعون على أنها كانت في شهر ربيع الأول عندما يتكلمون عن الوفاة فأهل السير كلهم يجمعون على أنها في شهر ربيع الأول وكذلك بداية الوحي كانت في شهر ربيع الأول إذن فهذه المحطات الكبرى مولده بداية الوحي الهجرة الوفاة كلها في شهر ربيع الأول ونحن عندما نسمع شهر ربيع الأول فمن دلالاته أن الربيع إنما هو رمز للنماء رمز للحياة رمز للجمال رمز للخضرة وكذلك دعوته صلى الله عليه وسلم فكلها حياة وكلها جمال وكلها بهاء وكلها خضرة وابتهاج تنشرح له النفس إذن فبداية الوحي إذا بدأنا نحسب الوحي من الرؤية والرؤية الأنبياء وحي فبدأت في شهر ربيع الأول بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الرؤية التي هي كما ذكرنا سابقا إنما هي من النبوة وهذه الأمر ليس مخصوص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال الرؤية الصادقة جزء من ستين وأربعين جزء من النبوة لماذا من ستين وأربعين لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة ستة أشهر منها كانت عبارة عن الرؤية إذن فثلاثة وعشرين سنة على ستة أشهر نجدها ستة وأربعين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصادقة يراها الرجل أو ترى له بمعنى يراها هو لنفسه أو يراها أحد آخر له فهذه الرؤية الصادقة إنما هي من دلالات الصلاح ومن دلالات حسن السريرة التي قد يكرم الله عز وجل بها الناس في حياتنا وسلم أو بعد حياته صلى الله عليه وسلم إذن في الرؤية الصادقة هي كانت من إرهاصات لأنها كانت وحي حقيقة من عند الله عز وجل إذن عندما نقف هذه الوقفة نقول بأن الرؤية الصادقة هي جزء من النبوة أليس كذلك الأستاذ خير الدين هل لك ما تضيفه في ميدان الرؤية الصادقة على ما تفضل ذكره من قبل الأستاذ مسعود مياد نعم بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة كانت عبارة عن إعداد روحي للنبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقبل على عمل عظيم وهي النبوة والرسالة النبوة ثم الرسالة وعامل منذ هذا شاق جدا 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 ولهذا كان لا يمكن أن ينزل الوهي على النبي عليه الصلاة والسلام بدون إعداد فكان لابد أن يعده روحيا كي يتكيف مع أوضاع الرسالة ثم بعد التكيف شرط من شروط النجاح عدم التكيف سبب من أسباب الفشل هذه من نقطة ثانية في صلة الرأي الصادقة هي كانت عبارة عن بشارة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشاهد عندما يزل الوحي سيشاهد الملك على خلقته الحقيقية وهذه المشاهدة قد يصطدموا بها وقد يقع له ما يقع له جسديا وروحيا نستطيع القول بأن الرؤية الصادقة هي عبارة عن مشاهدة تسبق مشاهدة الملك نعم هي إعداد هي مشاهدة هي تكيف أقدم تسمى هي تكيف لما يقبل عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن التدرج من أهم أسباب النجاح هو التدرج في الخطأ في البشارة الصادقة هي تدرج وتدرج هو حكمة من حكم الشريعة من حكم الشريعة كي يتلقى الوحي من السماء بوسط الملك هذه واحدة الثانيا الرؤية الصادقة حتى إذا نزل عليه جبريل عليه السلام بوحي وبتعلم من السماء تكون هذا الوحي وهذا التعلم تكاد تكون ترجمة لما كان يراه في الواقع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في بيئة ساخبة لا تحكمها قيود ولا تثبطها أخلاق كان الناس قد فردوا على أنفسهم أو فردوا على أنفسهم قد فردت عليهم أو فردوها يعني أنماط من السلوكات ومن الأخلاق تخضع إلى معايير استقوها من الوثنية كما قلنا في حسة سابقة بأن الوثنية هي التي أفسدت عقول المجتمع العربي الوثنية بتقوصها بمعتقداتها بأهدافها بخلفياتها بفلسفتها هي التي أفسدت لذلك كانت الرؤية الصادقة هذه هنا كانت في خروج من الواقع الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام النبي ماذا كان يرى ما كان يرى كوابيس في من نمعك حتى يفهم الناس قد يرى الإنسان في الكوابيس في الكوابيس يمن أضغط الأحلام لكن الرؤية هي جزء من ستة وأربعين من النبوة الرؤية هي إلهام من الله سبحانه وتعالى هي وحي من الله سبحانه وتعالى هي إعداد للتكيف الرؤية هي أولا في سبيل التدرج في سبيل الخروج من مرحلة إلى مرحلة والإعداد الروحي والإعداد الروحي أستاذ محمد الشيخ في نفس السياق في ثلاثة نقاط هذه نقاط الرؤية الصادقة هل لك ما تضيفه؟ نعم وصحيح بسم الله الرحمن الرحيم أقول موضوع ذو بال نريد أن نقول بأن الوحي شيء منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء نفسي يتهيأ له أو يتخيله شيء منفصل عنه فالوحي حقيقة الرجل الغربي يفسر العلم بأنه ما خضع للتجربة للملاحظة والتجربة نحن نقول العلم هو مطابقة مطابقة للواقع أن تكون حقيقة والغيب بمثل هذه الصورة الذي نؤمن به هو حقيقة من الحقائق كالوحي الذي هو يريد المستشرقون ويريد الغربيون أنهم يصورون بأنها حالة نفسية تتلبس بالإنسان فيهيأ له ويتخيل ونحن نقول أن الوحي شيء مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه واحدة الأمر الثاني في نفس سياق الذي تفضل به الشيخ أستاذ بعض هذه الإرهاصات والمقدمات كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها وبعضها كان يعلمه بعضها مما كان يلاحظه الناس من بعيد ويدركونه كالغمامة أو غيرها في التجارة أو غيرها مما يشاهده الناس أو ما لاحظه الرهبان أو اليهود وبعضه بعض هذه الإرهاصات كان هو يدركه صلى الله عليه وسلم يدرك تلك الإرهاصات ويدخل هنا في إطار المقدمة التي تفضل بها الشيخ فكان يدركها كما تفضل الشيخ مسعود من قبل والحديث في صحيح مسلم إني لا أعرف حجرا هذا قالهم في المدينة وهو في المدينة إني لا أعرف حجرا بمكة ما مررت به إلا قال لي السلام عليكم وقال أعرفه إلى الآن يعني رحنا نروح له نوريه لكم فهذا يضاف إليه أن عندما شيء آخر علي يروي هذا والحديث صحيح صحاحه الإمام الذهبي عندما يقول كنا نسير في ناحية من نواحي مكة فما مررنا بشجر ولا جبل إلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وتهيئة للناس أيضا بأنك مقبل هو مقبل على أمر جلل وحتى لا تتفاجأ بهذا الوحي رغم هذه المقدمات سيأتي فيما بعد أنه أصيب برعب شديد أمام الوحي وفيه مقدمة للناس الآخرين حتى إذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يتذكرون تلك المحطات والمراحل التي رأوها من قبل غمامة تسليم الجبال الإزار وغيرها يعني من المسائل أنا أتي إلى نقطة أخرى التي هي تهيئة أكبر تهيئة أكبر لفيها دلالة أعتقد بأن فيها دلالة عظيمة وهي في جانب الرؤية الذي تفضلتم به الرؤية سيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أول ما بودئ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤية إلا كانت مثل فلق الصبح يعني جيكيما قال مدتها ستة أشهر على الخصوص ويذكر يذكر هذا الإمام أحمد في مسنده البزار والطبراني والإمام الهيثم يصحح الحديث بأن يعطينا مثلا مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو شيء جميل فيقول يقول عنده يضرب يقول جاءني شخصا زوج وجلس أحدهما عند رأسه وعند وآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر قالوا اضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي قالوا اضرب لهذا مثلا ولأمته أعطينا المثل تاعو هذا هاي أعطينا المثل تاعو وشن هو ولأمته شوف الآن التهيئة فقال مثل هذا مع أمته كمثل رجل مع مجموعة كبيرة رايحين يمشوا في الغابة في الجبل حتى وصلوا إلى أحد المكان مفازة ما يقدرونش يفوتوا منها والزاد انتحهم انتهى ما يقدروا يكملوا ما يقدروا يرجعوا حتى جاهم راجل قال تحبوا نفوتكم قالوا له نعم ماذا بينا قال فوتهم ودهم إلى أحد المكان يخضرار وطعام وشراب وفارح فقال له هذا الرجل اللي يدىكم لو يعيط لكم يناديكم تروحوا من تبعوا لم تتبعوه قال بي طبيع حال تبعوه لأنه رسلككم من هذه قال فمثله كمثل كمثل هذا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهيأ لأمر عظيم مع أمته وهو إنقاذ هذه البشرية من الضلال التي هي غارقة فيه وعطالوا هذا المثل فيشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مهمته من خلال تلك الرؤى التي كانت تأتي مثل فالقي الصبح يشعر بأنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤهل الآن مؤهل الآن أو هو مؤهل لأن يقود أمته لأن ينقذ أمته كما تماما على الصورة التي رآها في المنام ورؤى الأنبياء وحي وحي فيتصور منذ البداية الحملة الحملة الثقيل الذي ينتظره وهو هداية أمته إنقاذ أمته كما أنقاذها ذلك الرجل في المنام أستاذ محمد الشيخ هل في نصوص السيرة النبوية وردت حكايات أو نصوص تتحدث عن تعامل خديجة مع الرؤية الصادقة عندما يحكيها لها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة نعم هو عندنا حديث واحد وهو حديث صحيح ذكره الدارا قطني وذكره أيضا ابن سعد بسند صحيح صحاحه كثير من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بجنن يعني رح كشمي صلى الله عليه فعاد خديجة رضي الله عنها دائما المرأة الشجاعة المرأة القوية المرأة المرجع مرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرجع النفسي المرجع النفسي الركن الركين الركن الركين للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أبدا لا نسبق الأحداث لأنه ستجي من بعد نقف عند هذا الحد فقط فهي كانت تأخذه تقول لا 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 مستحيل أنت مستحيل رح تصاب بالجن هي تعرف أخلاقه تعرف قيم من تاعه تعرف وشي سوى رأي وزناته مليح وزناته في الجاهلية ووزناته أيضا بعد أن تزوجته هذا يجي من بعد إن شاء الله تعالى فتقول له لا لا أنت هو الإنسان الذي ستصاب بالجن فكانت تأخذ به إلى عالم الطمأنة وعالم الطمأنة أولا النبي صلى الله عليه وسلم باش يحكي الراجل نخرجه على خديجة باش يحكي الراجل الخوف انتاع للمرأة لا يحكي الرجل خوفه للمرأة إلا إذا كانت عنده ذات مقام وحدى إذا كانت تأخذ بيده نهار لي تقول له الخوف نقول لك علاش الخوف لا خطر انت واش كنت تدير هاه ليك هاه ليك واش يتعلم الرجل هذا لن يحكي لها أبدا خوفه ولن يحكي له أبدا أسراره ومخاوفه ولذلك النبي السلام عندما يحكي لخديجة إني أرى صوتا إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى على نفسي أن يكون بها جنا هذا يعطينا تلك العلاقة الحميمية التي كانت تربط بين النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا عظمة تلك المرأة التي وقفت معه في أحلك الظروف وإشدها يعني عظمة خديجة هي التي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف سنعود لتفصيل أكثر في هذه المحطة يعني بعد أن نتحدث إلى كان نقطة إضافية سنعود للتفصيل في هذه المحطة لا لا نقطة تكمل النقطة هذه سنعود إلى تفصيل في هذه المحطة يعني بعد أن نتحدث عن بقية الأمور التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم أو التي كان يفعلها قبل نزول الوحي أستاذ خير الدين هي نقطة مهمة لابد أن أشير إليها الإعداد الروحي يختلف عند المشرقين وعند المسلمين المستشرقون كانوا يحتبرون النبي عليه السلام بأنه كان يهيئ نفسه تلقائيا عن طريقة تلقائية والذاتية لكي يعد نفسه للنبوة لكن المسلمين ينظرون إلى هذا عكس من ينظرون المشرقون المسلمون يرون بأن الإعداد الروحي هو أمر فرد من السماع فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراه ليس من تلقائي نفسه وإن المرؤية كانت تأتيه من السماع لأنه هذا إلهام هو واحد جزء من الواحد إذن الإعداد النفسي والإعداد الروحي هذا شرط من الشروط تنتعى الشريعة الإسلامية التدرج مبدأ التدرج في أي تكيف تكيف نفسه تكيف عاطفي تكيف جسدي تكيف روحي أي تكيف من أنها التكيفات إلا وهو أساس من أثو الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام كل حق للربعين عام ووجد نفسه ميلا إلى العزلة كان من قبل اندمج مع الناس كان يشاطئهم أثراحهم وأثراحهم وكان يجالسهم وكان يطفو حول الكعبة وكان يجلسوا مع قماء حول الكعبة وكان يجلسوا إلى نصراني يسمى جبر كان له دكان بالمروة كان يجلسوا معه وكان يحادثك إن النبي عليه الصلاة والسلام كان اندماجيا ولم يكن منطوي ونعزلا لكن عندما أشرفها أربعين من عمره وجد في نفسه الميل إلى العزلة فأخذ يذهب إلى غار حراء للتحنثي أو التحنفك على اثنين كلاهما صحيح والتحنف أو التحنث ليس هو بدعا من النبي عليه السلام يعني معنى كلمة التحنث أولا الحنث هو هو في العرب الذين كانوا يتحنفون النساك العرب الذين كانوا يتحنثون كانوا يعبدون والعبادة كانتمثة في الصيام لأن الصيام عبادة قديمة كانت منثنة في الصيام وكانوا يعظمون آلهتهم بالتوقص التي كانت معروفة لديهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخله لك إلى نفسه وكان يتأمل لأن النبي عليه السلام معروف بأنه كان يعني رزين وكان كاتوما وكان لا يتكلم إلى حيث يكون لكلم قيمة إذن كان تاجه هو الصمت والذين من طباء عام الصمت وما دائما ينزع بهم التفكير إلى التأمل وإلى الملاحظة وإلى التفكير في أوضاعهم وعوضاع مستقبلهم وما إلى ذلك النبي عليه السلام عندما كان يتبقى إلى غير حراب كانت خديجة رضي الله عنها من نبلها وكرمها ووفائها كانت تزوده بالطعام وشرب كل ما احتاج إلى طعام وشرب إلا وزوجته خديجة وهذا من وفائها أيضا النبي عليه السلام كان يتحنف أو يتحنث هناك بالديانة الإبراهيمية وكان بعد أهل السيار يقولوا باللي كان يتحنف بدينه عليه السلام وهناك مقال يقولوا بالمشرقون يقولوا باللي كان يتحنف بالنصرانية والمسيحية لأنه كان يعد نفسه لكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في كتب السير سواء عند الشيعة أو عند السنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتكى لا بيهود قبل الشجرة ولا بنصارة إذا المكة لم يكن بها يهود ولم يكن بها نصارة ولم يكن بها مدرسة ولم يكن بها كتاب ولم يكن بها أي شيء من هذه الأشياء في النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكثبه ولم يطلع على ثورات ولم يطلع على أنجيل على أنجيل مثل ما كان المرق ابن نوفل ومثل ما كان أس بن ساعدة ومثل كان أمي ابن السلط أمي ابن السلط وهو شاعب مثقيف وكان يدينوا بالديانة قالوا اليهودية قالوا النصرانية قالوا الحنافية أمي ابن السلط كان يمني نفسه بأن يكون هو نبي ذلك الزمان وكان يجوب الأسواق ويخطف في الناس إنه كان فصيحا وشعرا فحل إذن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو كان يتحنث في غار حراء يعني هذا بعد الرؤية الصادقة كان يتأمل ويتفكر ويصوم ويدين بالديانة للإبراهبية كان يتحنث في غار حراء أستاذ مسعود مياد يعني الأيام التي كان يتحنث فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وماذا حصل بعد نعم جزاك الله كل خير وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث المعروف بعد أن قصت لنا قضية الرؤية فكان لا يرى رؤية إلا جاءت من فلق الصبح ثم قالت وثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد هو القول في اعتقادي والله أعلم مع شيخنا أنه كان يتحنث على الطريقة الحنفية يعني هو لا توجد عليه أدلة حقيقة لماذا؟ لأن أهل قريش والمشركون كلهم كانوا قد تركوها ولم تبقى من معالمها إلا شيء القليل حتى أن فيه بعض كتب أهل السير يقولون عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى على الحنفية السمحة إلا أربعة لم يلتقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورق بن نوفل وعبيد الله بن جحش وهل هؤلاء نقلوا تلك الطريقة أو تلك الحنفية إلى محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يرد لنا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وتلقيه عنهم هذه فوجد عبيد الله بن جحش كان على الحنفية ثم بعد ذلك أسلم وهاجر إلى الحبشة ثم تنصر في الحبشة ومات وعثمان بن الحويرث أصبح نصراني وورقة بن نوفل أصبح نصراني وزيد بن عبر بن نفين هؤلاء الذين أدركوا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركوا ديانة سيدنا إبراهيم ويتلوثوا بما كان موجودا في ذلك الوقت فالطريقة التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لم ترد لنا تلك الطريقة وتلك الكيفية هناك بعض الرواية تقول بأنه كان يصلي ركعتين في الصباح وكان يصلي ركعتين في المساء على حسب ما وجد عليه هؤلاء الأربع ولكن لم ترد هناك حقيقة النصوص تثبت هذه الأمور ولكن ما يمكن أن يقال وهذا تأكيدا هو قضية تلك التفكر في خلق الله عز وجل التدبر في هذا الكون أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل فكره في هذه الأشياء وهو عبادة من العبادات بل هي من العبادات الأسف الشديد التي نستطيع أن نقول بأنها مهجورة في هذا الوقت ومتركة في هذا الوقت وهو عبادة التدبر وعبادة التفكر في خلق الله عز وجل فالإنسان عندما يمشي في تلك الوديان وفي تلك الجبال ويتطلع على تلك النجوم وتلك الأفلاك وتلك الأبراج حقيقة أمر يدعي الإنسان إلى أن يراجع نفسه هل يمكن لهذه المخلوقات العظيمة ولهذا الإبداع العظيم أن يكون الذي خلقه وأوجده هوه بل الذي تعبده قريش هل يمكن لهذا الكون المحكم الصنعة أن يكون الذي أوجده إنما تلك الأصنام التي يعبدها المشركون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفكر ويتأمل في هذا الكون وهي دعوة صريحة حقيقة عندما نرجع إلى القرآن الكريم إلى ضرورة التأمر وضرورة التدبر وضرورة التفكر في خلق الله عز وجل بل دعوة في القرآن الكريم في قول أفلا يتدبرون أفلا يبصرون أفلا ينظرون قل سيروا في الأرض فمن خلال هذا التأمل يستحيل أن نصل إلى القول بأن الكون خلق صدفة مثلا وأنه لا يوجد لديه خالق ولا يوجد لديه مسير ولا يوجد لديه مدبر وبهذا صدح أحدهم سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أو كما قال قبلها البعر تدل على البعير والأثر يدل على المسير أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج على السميع الخبير أو على الخبير العليم فهذا التأمل وهذا التفكر نعم نعقص نعم هذه الأمور هي التي كان يتأمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد بمعنى عشرة أيام إحدى عشر أقل أو أكثر بكثير فكان لا ينزله إلى مكة إلا نقص الزاد فيذهب إلى مكة يأخذ الزاد ثم بعد ذلك يرجع وكل هذا الأمر يضاف إلى التهيئة التي تكلم عنها الأستاذ الكريم التي كانت عبارة عن رؤية فهذا التحنث وهذا الاختلاء وعدم الاختلاط بالمجتمع المشكلة إنما هي تصفية للروح تصفية للذهن حتى إذا ما نزل عليه الوحي لا يشكن عند نزول الوحي بأنه ربما كلام سمعه ربما أمر توهمه ربما شخص كان يعاشره لأنه تعود أن يكون وحده تعود أن لا يسمع صوتا تعود أن لا يكون هناك تفاعل بينه وبين غيره في هذه الفترة فيأتي الوحي ليمنأ ذلك الفرعات الله عليه وسلم كان يعد نفسه بأمر إلهي بمرحلة أخرى من خلال تحنثه في غار حراء أليس كذلك أستاذ محمد الشيخ يعني ما لك أن تضيفه في هذه النقطة من تفصيل ثم نقطة نزول الوحي وما إلى ذلك والأحسن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هدي إلى ذلك التحنث حتى لا يكون حتى لا يكون التحنث والتعبد والانقطاع والخلوة حتى لا يكون ذلك هو سببا من أسباب نزول الوحي لأن الله علم في الأزل بأن الذي سيكون نبيا هو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك نزل القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالاته فالرسالة ليست نتاجا طبيعيا أو منطقيا للرياضة الروحية التي يبديها إنسان أو للسمو الروحي الذي يمتاز به بعض الناس فواحد فلان 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 أربعة من قريش فربما هذا أحسنهم لا الله أعلم حيث يجعل رسالاته ولو نظرنا بمنطق الاختيار لكان يحسن الاختيار على ورقه على سبيل المثال لأنه كان عالما بالنصرانية في زمن قل فيه من يكتب ويكتب بالكتاب العربي أو يكتب من الكتاب العبراني بالعربية أو بالعبرانية كان أولى أن يتنزل هذا الوحي على الشاعر الكبير أمية بن أبي الصلت الذي كاد شعره يسلم عندما تقرأ أشعاره تشعر بأنك أمام صحابي مؤمن يقرأ الأشعار ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي صلى الله عليه وسلم هدي كما حفظ في صغره من أن يعبد صنما أو أن يأكل محرما أو أن يلهو مع شباب قريش وذلك تدبير إلهي كذلك من التدبير الإلهي أن سيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء غار حراء الذي يذهب غار حراء ويبت فيه وشنه الشهرة تنتعوه لابد أن يكون شجاع الغار لما تشوفه الشيخنا محمد الشيخ لا تسترسل أكثر وأنت ذهبت إلى غار حراء هل لك أن تصف لنا غار حراء من بعيد يعز أن يصعد إليه الناس عندما تنظر من أسفل إلى أعلى جبل حراء يبدو لك الرجل على شكل هذا الكأس فقط بهذا الحجم يبدو لك بهذا الحجم الذي يراح بهذا الحجم يبدو لك الرجل بهذا الحجم الكأس فقط بمعنى أن أولاً من تكلمش عن المشقة فقط يروح ليه الإنسان ويطلع ويعود يهبط هذه مسألة تحتاج إلى قوة شباب والنبي صلى الله عليه وسلم في أربعين سنة يمتلك هذا لكن أن يترك الفراش الوثير لا تكلموش على هذه يروح إلى غار يروح أي واحد يقول له الآن في جبل يروح تبات في غار ثعبين حيوانات مفترسة أفاعي أي حاجة حتى ولم يشوفونه يخاف الإنسان فذهاب إلى غار حراء هو وحده تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيأتيه ليس الحية ولا الثعبان ولا حيوان مفترس سيأتيه أمر عظيم هذا الأمر العظيم لا يبدو أمام هذه الأشياء وبذلك ذهبه إلى غار حراء وحده هو تهيئة نفسية فالنبي صلى الله عليه وسلم سيق إلى غار حراء حتى يزول الخوف ابتداء حتى يرى الأشياء على بساطتها وإلا ما كان لإنسان بسيط أن يذهب أن يصعد إلى غار حراء ويبيت فيه يترك البيت ويبيت في غار حراء مقفر في بكان مهجور لا يأتيه أحد ولا يخشى على نفسه لا شك أن هذا إضافة إلى أنه يحتاج إلى شجاعة إضافة إلى هذا هو تهيئة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أزال عنه ذلك الخوف وذلك الرعب حتى إذا تلقى ملك الملك الذي جاءه فيما بعد وصدح له وصدع بالرسالة وصل الأمر إلى منتهى إلى القمة التي هو مؤهل لها صلى الله عليه وسلم والتي سيق لها سيق لها ويأتي يأتيه ملك الملك أمين الوحي جبرائيل عليه السلام وتبدأ الآن عهد جديد تاريخ جديد فاصل أذن جبريل بهذه النقطة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتاريخ أن يتوقف ولتاريخ جديد أن يبتدع يعني شكرا شيخنا محمد الشيخ على هذه المعاني التي استشفتها من تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وتحنثه في غار حراء أستاذ مسعود مياد هل لك أن تروي لنا قصة تنزل جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وضع تلك النقطة الفاصلة لتاريخ قديم وبداية تاريخ جديد حقيقة هي حدث يعني لا يمكننا أن نعبر عن قيمته وعن أهميته كيف لا وهو بداية النور الذي سوف يصبح بعد ذلك ويشمل شرق الأرض وغربها هنا البداية وهو التقاء الأرض بالسماء بعد أن أصبحت البشرية كلها في ظلام دامس نتيجة الشرق الطغيان الظلم الإباحية التي تفشت في كل العالم لا أقول في مكة وفقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب فبداية نزول الوحي هي بداية إذن الخروج هي بداية الإقلاع هي بداية التحرر هي بداية بثاق النور الذي سوف يعم بعد ذلك شرق الأرض وغربها ذلك تعتبر هذه الحادثة هي بداية التقاء الأرض بالسماء أذن الله عز وجل في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم على اختلاف أهل السياري أي يوم كان ولكنهم تقريبا يجمعون على أنه في شهر رمضان الكريم وفي ليلة القدر بالضبط منه لقول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك من ليلة القدر وقول الله عز وجل قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يأذن الله عز وجل بأن يتنزل جبريل هنا جبريل لما تنزل بالقرآن الكريم لابد من وقفه في قضية القرآن الكريم أهل العلم يقولون أن القرآن الكريم نزل مرتين المرة الأولى نزل مجملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في مرة واحدة كلها وأهل علوم القرآن عندما يتكلمون عن مقاصد هذا الإنزال الإجمالي للقرآن الكريم قالوا هو لإعلام أهل السماوات بتنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم والإنزال الثاني هو نزول القرآن الكريم منجما أي مفرقا من السماء الدنيا من البيت المعمور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنزال هو الذي دام مدة ثلاثة وعشرين سنة أوله إقرأ التي أنزلها سيدنا جبريل بإذن الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة كان يتحنث فيها كما اعتاد من قبل وكما أنس في ذلك الجو فإذا بي رجل ولعله الراجح أنه تهيأ له بصورة رجل ولم يره في الصورة الحقيقية التي خلق الله عز وجل بها جبريل أن هذه الرؤية الحقيقية كانت بعد ذلك عندما انقطع الوحي هناك رأاه في صورة الحقيقية والذي يدل على أن جبريل جاءه في صورة رجل أنه أمسكه وضمه إليه ضما شديدا فنزل جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ونبينا في ذلك الغاري يتحنت فقال له أول شيء اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يستمع صوت لك أن تتخيل أنك أنس في مكان موحش مضلل لا أحد اعتدت عليه فإذا بك تسمع رجل يقول لك اقرأ أمر يخيف قد يرعب يهز النفس فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب يعني مرتبك قال ما أنا بقاري وبالفعل وهنا لعلها وقفة ما أنا بقاري وأمية النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات هذه الأمية التي الأمية عند الخلق نقص إلا في حبيبنا صلى الله عليه وسلم فإنها مفخرة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة لماذا لأن أميته صلى الله عليه وسلم تنبئنا وتعلمنا بأن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر منفصل كما ذكر الأستاذ هو وحي وإنما هو وحي إنما نزل من عند الله عز وجل لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في صناعته أو في تأليفه أو في الإتيان به أو في تعلمه أو في غير ذلك بدللي أنه كان رجلا أميا ولعل هذه النقطة يدور حولها المشككون والمستشرقون فيشككون في الوحي بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من بحير الراهب أو تعلمه من سلمان الفارسي أو تعلمه من غير ذلك أن نبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتف فأن له أن يأتي بهذا القرآن الكريم قال ما أنا بقال يعني والأستاذ خير الدين هني ربما له ما يضيف في تشكيك المستشرقين وما إلى ذلك لقد أفضل الأستاذ ولم يترك لنا ما نقول ولكن مع ذلك المستشرقون على ثلاث طائف الطائف وهذا مما يدل على أنهم غير منصفين وبأنهم يعتمدون على التخمين في تفسير السيرة النبوية وأحدثها الفريق الأول قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ نفسه ويعد نفسه للإعلان عن النبوة الفريق الثاني قال النوب التي كانت نوب التي كانت تصيبه عندما يتلقى التنزيل من السماء فكان يتفسد جبينه بالعرق قالوا هذه صدمة عصبية كانت تلهمه أفكاره الدينية والفريق الثالث واش قال قال الفطر التي تحمث فيها النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء كانت هي الفطر التي أعد نفسه عليها وهذا ما يسمونه هما في علم النفس بالكشف التدريجي الكشف التدريجي أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكشف معالم رسالته في الفطر التي كان يتحنف فيها في الغار هذا هو قول المشرقين وهذه الأقوى كلها تخمين في تخمين وكلها باطل في باطل هنا في مجلسنا هذا نبحثوها نبحثوها للسبب العلمي الوحيد والأوحد العلم يحتمل على ماذا يحتمل على عناصر المنهج العلمي في الوصول إلى الحقيقة وعناصر المنهج العلمي الطبيعة الحال كل مادة عندها منهج العلمي تاها المنهج العلمي لا تكون العينات مختلفة لو كانت العينات مختلفة هذا ليس منهج علمك العينا عندما نعمم عينا على ضواهر مختلفة هذا منهج علمك الذي يدلو على أنهم غير علميين وتخمينيين هو أننا منقسموا إلى ثلاثة فرق كما سبق عن أضغط إذن اختلافهم في تحديد الكيفية التي جعلت النبي عليه السلام نبيا هذا هو الدليل بالذي كلامهم باطل في باطل يعني صحيح شكرا على هذه الاستفادة في المشتر الشرقين وفي ضحض رؤية مستاذ خير الدين هني أستاذ محمد الشيخ نكمل قصة تنزل الوحي التي كان قد بدأها الأستاذ مسعود مياد عندما جاءه جبريل وضمه وما إلى ذلك أستاذ محمد الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم إن صح أنه جاء بشيء في حالة الهذيان أو في حالة التهيئ أو في حالة الإلهام الذي يقوله الكلام الذي يقوله لا بد أن يكون ابن ذلك الهذيان والنقس ما قاله على العلم وهو الذي يملك أن يقول هل هذا الذي قاله مجنون أم صاحب هذيان نظرنا المسألة اليوم في أجمل صورها مع العلم ويدعو إلى الإيمان أقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فإقرأ تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل لا يعرفه مدام يقول له قرأ إذن لا يعرفه من هذا الشخص فضمه إليه المرة الأولى اقرأ ما أنا بيقارئ المرة الثانية اقرأ ما أنا بيقارئ المرة الثالثة اقرأ ما أنا بيقارئ ثم يقول له قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغل لاحظ هذه خمس آيات الأولى نزلت عليه لاحظ ما الذي تردد فيها تردد فيها كلمة مما تردد يعني مما تردد فيها الإنسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغل نستطيع أن نقول بأن يمكن بسطر واحد يمكن أن نقول بأنك يا محمد أنت الآن أمام الإنسان لقد ارسلنا نوحا إلى قومه وإلى عادن أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ولوطنذ قال لقومه لقد ارسلنا وإلى ثمود أخاهم نعم وإلى مدين أخاهم شعيبة إلى مدين إلى ثمود إلى عاد إلى القوم نوح عاد وما إلى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم أيها النبي يا محمد أنت مرسل إلى الإنسان بغض النظر عن تاريخ هذا الإنسان وبغض النظر عن لون هذا الإنسان وبغض النظر عن لغة هذا الإنسان وبغض النظر عن زمان هذا الإنسان الإنسان المطلق تتردد هذه الكلمة ليس اعتباطا ولا نشعر بالتكرار والعرب لا تحب التكرار ومع ذلك لا نشعر هذه الدلالة الأولى أعتقد بأنها دلالة عظيمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفقه بعد هذه المعاني ما عمل لأن يكون نبيا ما كان يسمع الأخبار وكان يرجو كما رجى أولئك النفر الثلاثة أو كما رجى أمية بن أبي الصلت أو غيره ممن كانوا يرجون هو ما رجى ذلك وكان يتصرف تصرفا طبيعيا كانت الأمور تأتيه ولذلك في البداية لم يستوعب هذا الأمر ثم هو أمي لا يعرف هذه الأشياء لا تعلم هذا كله لأنه لم يأخذ عن أحد وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بنساء عربي مبين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم ما كانوا بهم فمسألة في أبعادها في جميع زواياها في جميع زواياها ترشد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل الأمر تماما حتى جاءه هذا الحق فيذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها مباشرة ما شف حتى واحد لاحظ هذا دلالة دلالة عظيمة أنه فزع إلى زوجته إلى بيته فزع إلى بيته ونحن قد تحدثنا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وثقته في خديجة تمام رضي الله عنها ولذلك علم أن هذا البيت الذي وفّر له المحضن الصحيح المحضن الدافئ المحضن المتفاهم لماذا؟ أي امرأة ترضى لزوجها خذ لك امرأة غنية كخديجة امرأة ذات شرف كخديجة ذات نبل كانت مطمح الرجال مطمح سادة قريش من الذين خطبوها أبو سفيان رجل صاحب مقام في قومه أبو الحكم عقبة فمرأة فأي تصرف تتصرفهم مرأة أي مرأة رجل يترك الفراش الوثير يترك الفراش الوثير ويذهب إلى هذا الغار وخديجة مهوش تأذل فقط تزوده تزوده فهي إذن سيدة خديجة رضي الله عنها كانت متفاعلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل كانت تعلم أن هذا الشخص لا إن لم يبدو شخصا عاديا فهو على الأقل يمتاز بالأخلاق الرفيعة الحبيدة وبالتالي ليذهب إلى غار حراء لا يبت في بيته فهي تعلم تريد أن توفر له الجو الذي يطمئنه الجو الذي يبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم يريده صلى الله عليه وسلم فالمقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن حدث له هذا الشيء الغريب العجيب الذي لم يحدث من قبل على الإطلاق فأول واحد شخص يذهب إليه يريد أن يحدثه هو زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها ويقص عليها الخبر ويقول لها إني خشيت على نفسي رأني خايف هذا الأمر ما ظنيتش رحيس لك على خير وشفت وشجاني لا ما نظنش فقالت له خديجة كلا تخافش يا محمد كلا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتحمل على نوائب الحق نوائب تستعمل الخير والإشار تحمل على نوائب الحق ست خصال وزاد الحافظ البيهقي والحافظ أبو نعيم في كتابيهما دلائل النبوة كلاهما له كتاب اسمه دلائل النبوة زاد والبيسنة صحيح زاد وإنك لتؤدي الأمانة سبع خصال تشهد بها زوجة لزوجها تقول له وهذه الخصال التي تشهد بها الزوجة لزوجها أستاذ خير الدين يود أن يفض فيها مليش مليح أنا أعود إذا سمعت للتفسير الآيات التي أعفظ فيها الأستاذ أنا عندي فيها رأي ثانيك عندي تفسير أحدا خط تأويلك يعني لم أطلع عليه في كتب التفسير وإلا أن ما تديثوا إليها هداية لست أدري أن كنتم موفقا أم لا أستاذة ومعاني الأستاذة كذلك أم لا يستطيع أن يقرأ أم لا يستطيع أن يقرأ حروف الهجاة بصريا لأنه أمي ولكنه كان يستطيع أن يقرأ بواسطة السمع والقراءة السمعية معرفة فالمكفوفون لا يتعلمون إلا بواسطة السمع وقد نبغى فيهم علماء وأودبا كبار معرفون لا داعي لا ذكرهم هذه الجزئية الأولى الجزئية الثانية اقرأ باسم ربك السؤال في الأول قال له يا محمد ابدأ بالقراءة لأن القراءة هي مفتاح العلوم العلوم الشرعية للهداية والعلوم الدينية للتغلب على طبيعة الحياة الثاني باسم تقرأ باسم ربك لماذا قال لباسم ربك هذه الجزئية لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في بيئة مكة والبيئة العربية كانت تؤمن بالألهة لم تكن تؤمن بالله قالوا يا محمد إنما هذه القراءة وأفعالك وأفعالك وتصرفاتك وحركاتك وحركات كل البشر إنما تتم باسم الله سبحانه وتعالى الذي كفر به قومك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق كل الموجودات الخلق هنا جاء على الإطلاق ولم يجي على التقييدين لم يقيد لا بإضافة ولا بوصف الذي خلق يعني خلق كل المخلوقات ثم جاء الكلمة الثانية خلق وهي بدل من خلق الثانية خلق الإنسان هذا الإنسان المتكبر المتجبر المتعالي على عبادة الله سبحانه وتعالى الذي يلحد في أسماء الله إنما خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الإله الذي لم يؤمن به هو الذي خلقه ثم ينتقل خلق الذي خلق خلق الإنسان من علق هذا الإنسان المتكبر المتجبر الطاغف الأرض من أي خلق لم يخلق من سلال نبيلة ولم سلال شريفة خلق من علقة والعلاقة يبي قدر المغرفة الدم المحتقن في شكل مغرفة أو ملعقة وهذه الأعلقة من أين خلقت خلقت من ماء الماهين يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة هذا الماء الماهين الحاقير الذي يخرج من أقر الأعضاء هذا الإنسان المتكبر المتجبر المتعالي على عبادة الله إنما خلق من ماء الماهين وخرج من مكان كذا ويحمل في بطنها أيضا مد ماهينة اللي هي العذرة إذن الآية الشيخ كم الهلي اقرب اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان المعلق أقرب ربك الأكرم الذي علم بالقلم ثم انتقل إلى جزء أخرى إلهك الذي تقرأ باسمه وخلق الإنسان من ماء الماهين هو الذي الأكرم يعني هو الكريم الذي يتفضل على كل المخلوقات بجوده وكرمه وفضله الذي أكرم علم بالقلم ذكر القلم لأن القلم هو الآدات الوحيدة لنقل المعرفة سواء كانت المعرفة هذه شرعية وكانت المعرفة هذه يعني ذنوية ثم في الأخير نقول كلا إن الإنسان لا يترع شوف ربط الأول بالآخر كلا إن الإنسان يترع هذا الإنسان الذي خلقه الله الذي يتحرك بماشئة الله وخلقه الله من ماء الماهين للدلاية على عظمة الله وعلى قدرته هذا الإنسان الذي علمه الله ما لم يكن يعلم علمه عن طريق أبيه آدم آدم عندما خلقه كان لا يعرفه شيء وعلمنا آدم الأسماء كلها يعني هي مسمية الأشياء وأكبر من ذلك هو أن الإنسان هو الكائن الوحيد على هذه الأرض الذي خلق الله الله سبحانه وتعالى مكونة في القشر الدماغية تتحكم كجهاز تحكى في اللغة الإنسان الذي يتكلم فقط إذن هذا الإنسان الذي خلقه يتحرك باسمه وخلقه من ماء ماهين وعلمه ما لم يكن يعلم وش قلاله في الأخير كلا لا إن الإنسان هذا الإنسان مع هذه الفضائل ومع هذا التكرم ومع هذا الخير الذي يتحرك الله سبحانه لكنه مع ذلك يجحدك ويلحدك ويطرع في الأرض يعني إفاضة جيدة في معنى القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق أستاذ مسعود مياد يعني فيما تبقى من وقت يعني هل لك يعني 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 الكلام الذي تفضل به أستاذ خير الدين ممتاز وجميل يعني هل لك عليه تعليق نعم جزيك الله كل خير يعني فتح الله عليك إن شاء الله إن شاء الله هو حقيقة الكلام لا تعليق عليه يعني رائع جدا ولست أنا فيها هنا حاشا وإلا نكون معلقا أو نكون مضيفا يعني هو حقيقة تكون أول ما أنزل من القرآن الكريم إقرأ يعني لها دلالاتها ورمزياتها الواضحة والبيّنة والتي تدعو كلها إلى الأخذ بأسباب العلم ماذا لأن الذي يخرج البشرية مما كانت قد وقعت فيه إنما هذا العلم المشركون وقعوا أو أهل أهل الدنيا في ذلك الوقت وقعوا في الابتعاد عن الله عز وجل في عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة النار وعبادة الشمس وعبادة القمر وغيره فظلوا عن ما جاء به إبراهيم الخليفي في شبه الجزيرة العربية وعما جاء به أنبياؤهم في غيرها من تلك المناطق فكان ربما لو أن الواحد مننا فكر تفكير عقلي محظ لقال ربما كان أول ما ينبغي أن ينزل أعبد الله أن الأمة لا تعبد الله فأول حاجة لازم تنزل يا أيها الناس أعبدوا الله أو أوحيدوا الله لا هو الله عز وجل أعطانا الأسباب الوسائل التي من شأنها أن نعبد الله عز وجل حقيقة أن يؤدي الإنسان وظيفته في الدنيا وهي عبادة الله عز وجل من جهة وعمارة الدنيا وتحقيق الاستخلاف في الله عز وجل في الأرض بدرجة ثانية وكلاه وما يتحققان بهذه العلوم بهذه المعارف فكانت أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أردنا أن نحقق العبودية فعلينا بالأخذ بالعلم وإذا ما أردنا أن نحقق العمارة التي جاء النبي سلم كذلك لتحقيقها فعلينا بهذا العلم فكان أنها جاءت إجابة عن سؤال في اعتقاد كان قد انتقدح في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم من لهذا الكون هل لهذا الكون خالق من خالق هذا الكون فجاءت الإجابة اقرأ باسم ربك الذي خلق فربك هو الذي خلق هذا الأمر بما فيه أنت يا أيها الإنسان خلق الإنسان من علق إلى آخرها نريد قبل إضافة إلى هذا الأمر هو أن نقف عند جزئية وهي كون جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه ضمة شديدة ثلاث مرات هذه الضمة إنما جاءت من أجل أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوهم أنه ليس يتخيل أن هذا الأمر ليس رؤية وإنما هو حقيقة يا محمد أنت هذا الأمر الذي سوف تسمعه هو حقيقة لماذا لأنه لولا تلك الهزة المرة والثانية والثالثة لربما بعد نزول النبي سلم قال ربما كنت أتوهم ربما كنت أتخيل فتلك الهزة جعلت النبي سلم يدرك ويستشعر حقيقة الأمر وواقعية الأمر وحاشى أن يتوهم الحمد صلى الله عليه وسلم كانت هذه أهم المحطات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى النقطة الفاصلة بين التاريخ القديم والتاريخ الجديد الرسالة المحمدية مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي ناقشنا فيها كل هذه النقاط مع فضيلة المشايخ الذين نشكرهم باسمكم جميعا وأشكر الفرقة التقنية والصاهرين عليها ألقاكم الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته